السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أميكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب الوطني المغريبي وحول اللاعبين ذو تكون المغربي في اللائحة الأولية للمنتخب الوطني المغربي اللي خرجت اللي كتتكون خمسة وخمسين لاعب فيها وحيد وعشرين لاعب عندهم تكون مغربي واحد رقمي وكبير الحمد ولله وحيد وعشرين وعشر خمسة وخمسين رقم كبير عربعة وثلاثين عرض تكون اجنبي كنظن. ادن واحد عشرين لما اظن هذا بطبيعة حل حسب ديالي انا واحد عشرين لاعب. اه كينا بعد منهم كي لعبوا في البطولة المغربية وبعد منهم كي لعبوا خارج ارض الوطن ثمانية في البطولة و ثلاثتاش خارج ارض الوطن بطبيعة الحال. اي داد واحد العدد كبير. بزاف اللاعب ما 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 جوش في اللائحة. كبطولة ميلودي صندوش. كالكريد حارس سيم بالتنزاني. هدو لاعبين مزيانين. اه كالكريد اسليم لاعب الاهلي الميسري قانضى عنده اصابة مهم. نبدو باللاعبين. نبدو بياسين بونو الحارس الاساسي في المنتخب المغربي. حارس الهلال السعودي اثنين وثلاثين زينا. حارس منتز صراحة. هو اللي هيكون الحارس الاساسي ديال المنتخب المغربي قانضى لا شك فيها. ولا جدال في كأس افراقيا اللي تحصد نوع الكوديبر في زائم تلتاش يناير. بطبيعة الحال وثلاثة وعشرين يوم. هي اللي كازب عندنا على كأس افراقيا قرب بزاف كأس افراقيا او ما بقاش بزاف. عم بشيو الحارس الاخر اللي وان مهدي بن عبيد حام صوح 25 سنة حارس فارقة الجيش الملاكي. حارس كذلك جيد متمرز صراحة عنده حدود كبيرة. بشي طلع كحارس ثالث للمنتخب الوطني المغربي. في كأس افراقيا ما كانت تاق نوتي ما كانش في اللائحة الاولية. بطبعة الحال اذا بنسبت مئة في المئة ان التاق نوتي ما كانش. بطبعة الحال في اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المغربي. بشيو عند الحالة رقم ثلاثة يوسموتي حارس الويداد البيضاوي كانت الحضود يالو الصعيب بشي نفس بن عبيد للمكانة التالي طبيعة الحال. وعنشوف 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 باللائحة الحارس اللي عيبرز الويدادات عند مقابلة يوم السبس امام يوسفية برشيد خصو يبرز يوسموتي بن عبيد ما عندوش مقابلة حاليا باقي ممكن تخرج البرمجة سبق حائد اونس ازنيتي حارفة الراجع احتو وعد واحد الحضود والخة كاتبقى قليلة وقليلة بزاف ولكن كانت تبقى حضود اليه هي اااااااااااااااااااااااااااا اصداد اونس ازنيتي لالراجع عنده مقابل يوم الاحد امام بركان باديك مقابلة قوية حسب يبن بشكل مونتاز صراحة اونس ازنيتي باش يضافي على الحضود ديالو من اجل طول يطلع القديم وعن يقول الحارس الذي كان المفاجأه هي حارس البركانية بدوره السوام الإمكانية كبيرة في اللقاء الراجع لبطبع الحال طبعاً يكون الحارس الأساسية وطبعاً بيركاً على البطولر المغربية بيكون على إمكانية برفض المفاجأة لاستغل أن تستعرف هذه القراط القدم هذو الحراس بطبع الحال الخامسه الى اللعنجه الصديق التكوين مغربي إضافة الموني المحمد المعدين هلا تكوين إسباني مشوا عند اللحب رأixes لو نيف أكردлائب � slip thumb li zoolisi لاعب أساسي في المنزج وطني المغربي باطب وطن المغربي لاعب قوي طراحة دفعيا من العناصر القوية داخل المنزج لعب رأس 7 جواد اليامق لاعب في الوحدة السعودي أكرد لعب أساسي في منتخب اليامق لعب احتياطي ولكن اسم ديالو كان دلال جيدا لأنه عايقون في حدية الكأس إفريقيا طبعا الحال للمنتخب الوطني المغربي كان دلال شي بدون جيدا لو بدون نقاش أنه ممكن يرافق اليامق المنتخب الوطني المغربي في كأس إفريقيا بشيء الإثم رقم 8 أشرف داري لعب بريس الفراسي كان دل الحوض ديال منعادي ما أنه يتلعب مع المنتخب المغربي في كأس إفريقيا عنده إصابة أو ما كي لعب مع بريس كان دلال عم مقابلة وحدها الموسم مع بريس الحوض ده قليلة وقليلة بزف عند اللاعب أشرف داري اللي هو من العناصر بطبيعة الحال ده تجربة كبيرة مع فارق الوي داد آل بي داوي الحال عمشيو عند اللاعب رقم سعود بطبيعة الحال بضربانه اللاعب قاطر قاطر الكندل في حاله في حال داري الحوض دياله ما عدوه ما أنه يتلعب كأس إفريقيا لأنه أصلا كأس العالماته بعض ما بيجعلته دعوة بتاتا من جانب المنتخب الوطني طرف مدرجة وليد الرقر Sitsel وليد الرقر revis به طبيعة الحال بضربانه طبيعة الحال عمشيو اللاعب الاخير اللاعب اخر عبد كبير عبقر العبد الذي بـ P�시Ban puis ALAPIS every leaf بطبيعة الحال لفرصة للخيل ولي كي بقي مع طاشر فرصة للعب حتى دقيقة ما العش معه مع المنتخب الوطني مغربي عبد كبير عبقر اللي كيبقى اسب مزيان اه ممكن يكون بطبيعة حال في المنتخب الوطني المغربين مشوا عند اللاعب رقم 11 اللي كيلعب في الويداد البيضاوي كدير ايمن ايوب علود لعب الويداد البيضاوي من العناص المهمة داخل المنتخب الاخر فارق الويداد البيضاوي للأسف للحضور دياله وقلالس بزه المورو تضرب عن يائد عصبات الابطال بعد الهزيمة في تنزانيا بجرد الاصابات اللي صهر اه للاسف والمقابلة الملاجئة تكون عندهم مع غالاكسي حتامر كأس افريقيا بطبيعة الحال والمقابلة الاخيرة امام السيكا بيت جون كان ضل باقي مع التلعب بطبيعة الحال مشوا عند اللاعب رقم 12 اللي حي عطيت الله الويداد البيضاوي علود الحضور دياله كبير انه يطلع كأس افريقيا عطيت الله الحضور دياله كان ضل وافرا بالنسبة 100% انشاء الله عيطلع معنا اللي كوب بتاع الفريق وكنتمنى انه مهم يبقى حالم زيانه عنده مقابلة يوم السبت امام يوسف وياس برشيد في السادسة مساء بطبيعة الحال عمشوا عند اللاعب رقم 13 اللي هو محمد الشيبي اللاعب بيراميز المصري المشارك في دوري ابطال افريقيا بطبيعة الحال محمد الشيبي اللاعب السابق تيل الجيش ملاكيتي حتانجا كان ضلحت المغرب التطواني والنادي القوني داري وقنيفر على ما اظن بالعناصر المهم وكنتر احتر راجع بالعناصر الكبيرة كندر عنده 30 سنة فورصة انه يطلع كأس افريقيا بطبيعة الحال ما انا عرف ممكن بشو عند اللاعب الموساوي لاعب نهدس بركان لاعب حتى هو من العناصر المهمة في بركان هذا اللاعب 14 اللي معنا في هذه اللائحة في هذه اللائحة بطبيعة الحال بالعناصر المهمة الموساوي داخل نهدس بركان لاعب 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 نهدس برك مشو عند واحد اللاعب اللي بارز في الويداد البيضاوي ولا كيف هو المنزخب المغربي بقي مع طانس شي حاجة كبيرة ويحيا جبران 32 سنة لما اعتقد لاعب فريق الويداد بالعناصر المهم داخل أسوار فريق الويداد ولا كيف هو المنزخب رواطني المغربي بقي مع طانس شي حاجة اللي هي شي حاجة اللي هي كبيرة بطبيعة الحالة يحيا جبران وبالعناصر المؤتلة داخل أسوار فريق الويداد البيضاوي قلت في المنزخب المغربي مقيم ما اعطنا شي حاجة مشو عند لعب السابق والراجأ البداول العيل اللاعب الحالي العيل اماراتي اللي هو اللاعب سوفيان الراحيمي لعب اللي يطالبو به الجامعة هيرو كان ضل حضود دياله كبيرة لانه سوفيان ديوك ما ايطلعش سوفيان بوفا لحضود دياله قليل انه ما عندهش تنافسه يعب تصمد زلزلي ماشي في ديك المستوى دياله الكبير اه بطبيعة الحال اذا عنده الحضود سوفيان الراحيمي من اجل انه يطلع مع المنتقى برواطني الى مغربي بشو عند لعب رقم 17 اللي يلعب في السعودية بطبيعة الحركة الفارق الفتح السعودية ومرد بطنة احتى كندن احتى هو صراحة عنده حضود باش يطلع عن كأس افريقيا بسو يواصل في هاد المقابلة اللي يبقي له في الدور السعودي بطبيعة حالو عنده حضود ان الدور السعودي اصلا ما يوقفش اه اصلا عاي وقاف عفوان عاي وقافوا عاي اه ما تكون عادي ان اللاعبين يطلعوا معي في خلال مكانة ديالهم في الفارق اللي يلعبوا فيها لتحاجر بطبيعة الحال بشو اللاعب رقم 18 يواصف انصيري لعب ايش فيديا الاسباني بالعناصر القوية والاساسية داخل المنتخب الوطني المغربي بلا جدال ولا نقاشة في ذلك يواصف انصيري اللي هو من العناصر الاساسية داخل المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال عن ش وعند اللاعب عبدالرزاق حامد الله بالسيحات ججدة السعودي يلي كان احتياطي معنا في المونديال اهل قاطر يمون الجوال انه اللاعبين تابتين في المستوديله في حال هذي لا فالناصر الالتحاجر الحالية المستودي الحمد الله الكبير ايوب الكعبي اللاعب اولا بتاعك بس ليوناني من العناصر بطبيعة الحال مهمة بداية موسم كانت رائعة في ليونان ممكن يكون هود مستود يعني شو شو يونك ممكن يرجعوا ثاني بقوة كبيرة اللاعب ايوب الكعبي اللي الحضر ديال واثيرا اجل الصعود الى المنتخب مع المنتخب المغربي في كأس افراقيا دي القمم اللاعي طالح يوم 13 يانير 23 يوم فقط ياللي قذب عنا على كأس افراقيا